ياسير انفو كيف وعداتكم ديما كتقدم لكم الحاسوب المستلزمات ديال الحاسوب البرامج ديال الحاسوب الأتمينة ديال الحاسوب كيفاش تفيريفي الحاسوب قبل ما تشريه وشنو خصك تعرف قبل ما تشري الحاسوب ما تنسوناش بالإعجاب وبالبرتاج وترك لنا واحد التعليق الحصة ديال اليوم غادي نوريكم كيفاش تقلب الحاسوب سواء مستعمل ولا جديد شنو ما الحوايج الضروريين اللي خصك تقلبهم وتعرفهم قبل ما تشري الحاسوب أول حاجة انت لك الحاسوب للاش بغيتو واش بغيتو البرمجة واش بغيتو يعني تقرأ به يعني تعلم الاكسير والوورد ولا شي حاجة واش ذاك الحاسوب بغيتو للألعاب واش ذاك الحاسوب بغيتو يعني غادي تخدم فيه شي برامج اللي هي كتكون عندك محتاجها لفقريتك ولا في الاستعمال الشخصي ديالك يعني انت قبل ما تشري الحاسوب خصك تكون عارف الهدف من الشراء داك الحاسوب إلا كنت بغيت تستعمل الحاسوب غير باش تتعلم فيه وتقرأ فيه الاكسير والوورد ولا تفرج في اليوتيوب ولا في اي حاجة اللي هي من المستعمالات العادية ديالانسان كان نصحك باش تشري حاسوب عادي يعني كور اي تروى اي 5 4 يام ولا 5 يام ولا 6 يام جنراسيون كيلبيلك هاد الحاجيات ونزيدك حتى الاوتونومي ديال الباتري كيلعب دور يعني انت هاد الحاسوب فين غادي تخدمه واش هتخدمه غير في الدار واش هتخدمه في المدراسة واش هتدي معاك العمال ولا غا تبقى تخرجوه في الخارجات ديالك الحاسوب كما قلت لكم انت شنو بغي تستعمل في ذاك الحاسوب كنت بداي تشري حاسوب عادي تعلم فيه تقرأ فيه تفرج فيه يعني يقضي لك الحاجيات اللي انت بغيها كنت تقرأ وكتستعمل البرامج اللي هي مجهدة يعني يجبك حاسوب يكون من الجيل الجديد ويكون الكون مجهدة وتكون فيه الكارتغرافيك كذلك مجهدة يعني كان البرامج ديال الدراسة بالخصوص اللي انتبعين البرامج الالكترونية كانين برامج اللي يحتاجوا يكون في الجنراسيون جديدة ويكون في الكارتغرافيك مجهدة وتكون لاتونومي ديالو يعني زوينة وتكون فيه يعني ثمانية جيجا فرام خمسمية جيجا ستوكا سواء اشددي ولا اس اس دي يقدر يكون مجهد ويقدر ما يكونش مجهد على حساب الحاسوب والثمن هو الاساس اللي كيلعب دور يعني كنتي باغي الحاسوب لوليداتك في الدار وباغيهم يعني يتعلموا غادي تشري لهم حاسوب نخيص وبهذا الكونفينجراسيون اللي هي بسيطة كان ولدك ولا انت باغي حاسوب مجهد وفيه الكونفينجراسيون ومجهدة يعني غادي يكون تعمل طالع وغادي يكون شوية الميزانية باش تشري لك الحاسوب طالعه بزاف من هاد الشي حنا هنا في المغرب الاغلبية دي المغاربة كيتوجهوا باش يشريوا الحاسوب والاغلبية واحدة نسبة كبيرة بزاف ما كيبغيوش يشريوا الحاسوب اللي هو كيكون جديد يعني كما كنقولو احنا بي سي في الكارتونة الاغلبية كييفضلو يشريوا حاسوب مستعملة علاش حيث الاغتمنا ديلها كتكون رخيصة بزاف و الكونفيراسيون ديلها كتكون زوينة بزاف يعني الاغلبية كيفضلو يشريوا الحاسوب من المغازي يكون مستعمل وكتكون وخك يكون مستعمل كتكون تضيف الباتريا ديولو مزيدة كتكون الليطا ديولو مزيدة كتكون دياله مزيانة. والاهم من هذا الشكل يكون حتى التعمال مجهد. يعني او لا مزيان. يعني غادي تمشي تشري لك الحاسوب. يعني ميم في الجديد. غادي تلقى واحد ديفيرنس في التعمال ديال خمسين في المية. يعني الى شريته مستعمل يكون ناقص عليك خمسين في المية. وإلا كنت يبغي تشريه جديد يعني غادي يكون التعمال دياله طالع بزاف. وحنا المغاربة لاغلبية آآ الميزانية ديال آآ المغاربة على قد الحال كيبغي يشريه شي حاجة اللي هو في التعمال مناسب. ولهذا انا اليوم بغيت نقدم لكم هاد النصيحة. محيت بحكم التجارة ديالي وبالحكم التجربة ديالي. الاغلبية كي يجي ولاده وكي يقول له بغيت الحاسوب. من يجي دك السيد يشري الحاسوب كيبغي يعني اي واحد غادي عرض عليه الحاسوب اللي غالي عنده. علش? محيت آآ هادك بغي يبيع دك السلعة اللي عنده. مغادش يبيل له السلعة رخيصة. معلش? محيت يبيع السلعة اللي غالية باش يربح فيها بزر. وانا كان نصح الناس اللي بغوا يشريه الحاسوب. يشوف دك الحاسوب شنو بغى يدير به. الى كان بغي غير يقرأ. ويتفرج. يعني ويتعلم يشري حاسوب كونفيجراسيون دياله طايحة. والثامن دياله رخيص. واللي بغي الحاسوب باش يخدم به ولا يلعب به ليجو ولا يبروغرامي به ولا يدير المونتاج به. يعني هادك غادي يشري حاسوب طالع اختامن. كما قلت لكم الحاسوب كيختلف في الجيل. كيختلف في البروس. كيختلف في اليرام. كيختلف في الديسك دير. كيختلف في الوطنومي ديال باتلي دياله. وكيختلف كذلك في الحجم ديال الحاسوب. كيه الكنستيس كيه الكاتورس كيه تلطعاش فاصلة خمسة في 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 الايكرو. بغي تشري حاسوب اول حاجة كما قلت لكم خستك تعرف ذاك الحاسوب شنو غا تخدم به. غاسمشي اللي عندمو المغازاة غا تقول له انا بغيت الحاسوب. واش القرايا واش البروغرامسيون واش المونتاج واش واش واش. وباش تقلب الحاسوب ديالك يعني كنفضل الناس يشريوا الحواسيب المستعملة اللي كتكون مستوردة من الخارج وسكون تكون فليطة ديالها نقية مزيان. يعني كيما غا تشري جديد كيما غا تشري بون اوكازيون يعني غا يتزاد عليك غير التامع. وكيفاش تقلب الحاسوب ديالك قبل ما تشريه. سواء كان مستعمل ولا كان جديد. هاد الحوايج خصك ضروري تعرفها. تبع معنا الحلقة الجاية وغا دي نعطيك هاد المعلومات اللي مهمة خص اي واحد يعرفها. سواء بغا يشري بايسي شواء بغا يشري تليفون شواء بغا يشري تلفازة شواء بغا يشري تلاجة يعني شي حوايج خصو ضروري يعرفهم قبل ما يشريهم لا في الجديد ولا في القديم. ما تنسى واحد الاعجاب واحد للبارتاج واحد التعليق واللي عنده اي تساؤل احنا مستعدين نجاوبوا عليه وشكرا.